السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الرسمي باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد كورونا قد يستمر لاشهر او سنوات والحضر كذلك خلية الازمة النيابية اجتماع برعاسة الكعبي سيناقش الاليات المتبعة لمواجهة الوباء خلية الازمة اتخذنا قرار الحضر الجزئي وبات ضرورة ملحة التأخير في حسن موعد امتحانات نصف السنة سيؤثر على مستوى الطلبة مقرر خلية الازمة النيابية يدعو الى الابتعاد عن الحضر الشامل ومقرر الخلية يقول يطالب بان تكون امتحانات نصف السنة حضورية لجميع المراحل بموعد اقصى نهاية الشهر الحالي وتربية اقليم كورسان تعلن مواعيد الامتحان للصف السادس العدادي الفصل الاول تبدي 14 الفصل الثاني تبدي 19 ستة والنهائية 25 سبعة وزارة الصحة سيكون هناك تقييما للموقف الوبائي قبل يوم 22 من الشهر الحالي ويرفع للجنة العليا للصحة والسلام الوطنية ورفع الحضر متوقف على المستجدات والقرار النهائي للجنة العليا للصحة والسلام الوطنية وزارة التربية تم تبليغ من قبل اللجنة دائما للمتحانات العامة ما يلي أولا تبليغ ادارة المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والثانوية للإستعداد لأداء امتحان نصف السنة والكورس الأول واعداد الأسئلة من قبل الكوادر لكي لا تكون مفاجئة لهم لأن الامتحانات قريبة جدا بإذن الله ثانيا يرجى من السيدين مدير الإشراف التربوي والإشراف الاختصاصي الإعاز السادة المشرفين ومتابعة إدارات المدارس لإنجاز ما مطلوب منهم وذلك لنجاح سير الامتحانات ترجمة نانسي قنقر